الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبد وإياك نستعين إهدنا سعاط المستقيم سعاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين آمين للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم من في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكرون الألباب الذين ينفرون بعهد الله ولا ينقضون المتاق والذين يصجرون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين خبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا مما أرزق لهم سرا وعلى أن يتعوا ويدرون ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم القبادا جنات عدن يدخلونها ومن صرح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صدرتم فنعموا قبردار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سودا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا مولا ونزل عليه آت من ربه قل إن الله يضل من يسنى ويهدي إليه من ألاب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وخسما كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل من الله الأمر جميعا أفلن ييأس الذين آمنوا أدلون شاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تشيبهم بما صنعوا قارئة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ بغسر من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخلتهم فكيف كان عقابا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت واجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكعهم وسدوا على السبيل ومن يؤذل الله فما له من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق ومالا من الله من واق مثل الجنة التي معد المتقون تجري من تحتها الأنهار فكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا عقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب لا يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآبا وكذلك أنزلناه حكما العربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله وليه ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وظريا وما كان لرسول أن يحكي بآية إلا بإذن الله لكل أدر كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أولدوا ونفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض لنقصها من طرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب